السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتحدث عن رموز اعطاء الغسالة الميليا ومعنى رمز العطل ومعنى اي عشرة مشكلة في سمام دخول المية وممكن يكون السمام تالف وممكن يكون مش وصله الكهرباء وممكن كمان ولداء الاكتر انتشارا ان المية مقفولة او خرطوم دخول المية ملتوي او مزدود وكمان بيكون في مصفاة دخول المية بيكون فيها رواصب او سخم الجماعة في الفرطر بتاع صمام دخول المية لازم نفك الخرطوم نقفل المية ونفك الخرطوم وننظفها كويس لان دي اكتر المشاكل اللي بتحصل في اي عشرة ودي الحلول اللي هو زي ما قلنا نفحص الخرطوم او نفحص ممكن مقفول او المية مقفولة او الخرطوم ملتوي وطبعا في اخر حاجة ممكن يكون الصمام تالف نقدر نقيسه بالقوم بيدينا تلاتة واربعة من عشرة كيلو اوم لو تالف طبعا بنحتاج نغيره وعملنا فيديو ازاي تقدر تغير الصمام دخول المية الرمز اللي بعد كده اي 11 ده خطأ تضاف كل مية ده بيحصل ان هو برضو عدم وصول مية بشكل كافي اي 12 و اي 33 ده اي 12 خطأ تجاوز مستوى المية المسموح به يعني المية اكتر من اللازم وده ممكن يكون مشكلة في ميزان المية او البراشر او الفواشع زي ما بنسميها وطبعا اي 33 ده بيكون الحساس بتاع مستوى المية اللي هي برضو البراشر او الخطأ الفواشع اللي هو نفس رمز خطأ اي 11 يعني الثلاث رموز دولت الحسب الموديل بيبقى خطأ واحد طيب الاسباب احنا زي ما احنا قلنا ممكن يكون بعيد في الصمام دخول المية نفس اي 10 مشكلة في تضاف كل مية او الصمام شغال على طول باستمرار وده نتأكد منه ان احنا لو فصلنا الغسالة عن القهربة بيلاقيها برضو بتملى مية معنا فالصمام ده بيكون تالف وممكن يكون خرطوم حساس مستوى المية او ميزان المية بيكون ليه خرطوم علشان دوت اللي بيحس بضغط المية الخرطوم ده ممكن يكون مقفقوق ممكن يكون مقطوع ممكن يكون مزدود لازم نتأكد منه وطبعا اخر حاجة اللي احنا نتأكد منها اللي هو الميزان نفسه يكون تالف ونقدر نقيسه او الاسلاك مش وصلة بليه او اللوحة الاكترونية او البردة او الكارتة زي ما بنسميها مش موصلة القهربة وده كمان ضرية الاياس نقدر نقيسه نشوف الساعة بتاعته او نشوف شغال ولا لا بجهاز الافوميتر لازم طبعا فني لان هو اللي بيكون معه الجهاز لو كلمنا على اي عشرين ده خطأ في مضخط التصريف مشكلة ان المضخط التصريف مش شغالة كويس او المية ما بتصرفش بشكل كويس اي واحد وعشرين برضو رمز ستصلة نفس الاسباب اي عشرين واي واحد وعشرين ممكن يكون السبب تراكم الاوساخ والشوائب على فلتر المية بنفتح الفلتر وننظفه من اي حاجة فيه وممكن يكون الخرطوم بتاع قبل مضخة التصريف لنازل من حالة الغسيل ممكن برضو يكون فيه قطعة ملابس او شراب او موابر منع تصريف المية بشكل صحيح ممكن كمان يكون المضخة نفسها تلفة نقدر نقسها ونقدر نشغالها بالقعاربة مباشر نشوفها شغالة ولا لا والريشة بتاعتها مكسورة ولا لا لو شغالة كويس اه يبقى حاجة تانية منع مزول المية اه ننظف الفلتر كويس ونتأكد من الخرطيم لو مش شغالة كويس طبعا بيتم تغييرها او تصلحها اه وممكن يكون اللوحة الالكترونية مش موسلة القعاربة طبعا بنشوف بنفك الاسلاك بتاع المضاخ التصريف ونشوف هل سريمة ولا لا وكمان بنشوف الاسلاك اللي جاية من اللوحة الالكترونية فيها كهربا بتوصل كهربا ولا لا اثناء العصر الغسالة اه فلو مش وصلها كهربا بنكون اللوحة او الاسلاك مقطوعة بتاع اه اللوحة الالكترونية او الكرت كل دي اه طريقة التصريح لو ظهر معانا اي تلاتين ده مشكلة القفل الباب او ممكن يكون الباب مش مقفول كويس نتأكد ان الباب اه مش مقفول كويس لان لو الباب مش مقفول الغسالة مش هتبدأ اه في العمل بتاعها وكمان ممكن يكون الباب مقفول كويس لكن اللوحة بتاع الباب او القفل بتاع الباب في مشكلة محتاج يتغير او مش وصل له كهربا برضو من الكرته فنفحص الباب مقفول كويس ما فيش اي حاجة منعية من القفل كويس وكمان نتأكد من القفل ممكن يكون تالف او يحتاج تغيير وممكن نتأكد برضو من الوصلات الكهرباء زي اللي جاي من اللوحة الالترونية زي الاسباب اللي فاتت بموصلة الكهرباء للوق ولا ايه? اربعة وثلاثين ده خطأ حساس السخان ونفس الخطأ دوت برضو ايه خمسة وثلاثين في بعض المدولات بيكون مشكلة في اه قصر دار الكهربائية للحساس. الحساس ده المسؤول عن درجة حرارة السخان لما يوصل لدرجة حرارة معينة. اه يفصل علشان ما يفضلش اشغال باستمرار. وكمان لو تالف ممكن ما يشغلش السخان او ممكن يكون تالف ويشغل السخان باستمرار. فبردو نقدر نقيس حساس السخان لو ظهر معنا ايه اربعة وثلاثين او نغيره لو تالف. ايه السبعة وثلاثين وايه تمانية وثلاثين برضو مشكلة في خطأ حساس اه مجفف الغسالة. اه غير تسخين المياه. ده بيكون مشكلة في مجفف الغسالة برضو نفس الاسباب او اللي فاتت ممكن يكون مشكلة في الاسلاك وممكن يكون مشكلة في الحساس نفسه بنقيس الحساس وبنتأكد لو تالف ممكن يكون من السخونة او الحرارة عليه جزء كده من ياس الحرارة بشكل ممكن ننظفه برضو او ممكن يكون اللوحة الالكترونية مش موصلة بي او الاسلاك مقطوع اي 36 خطأ للسخان الغساء للغساء للسخان نفسه ممكن يكون فيه مشكلة تالف او مش موصل له كهربا برضو بنشوف الاسلاك بتاعته بنشوف اه وصل له كهربا من الكارتة الالكترونية وممكن نشوف السخان وبردو نقدر نجربه مباشر او نقيسه بالافو متر عشان نتأكد من الحرارة بتاعته. اه دي الحلول وسبب اه العطل بتاع السخان. طيب ايه تلاتة ايه? ده خطأ سخان مجفف الغسالة. طبعا الغسالة اللي هي مجفف يكون لها سخان مسؤول عن الغسالة وليها سخان تاني اه للمجفف عشان التنشيف. ده ايه? تلاتة ايه? ده هو مشكلة في سخان مجفف الغسالة. نفس اللي احنا قلناه على سخان الغسالة نقدر نختبر برضو اه سخان المجفف ونقدر نشوف الحلول ودية طريقة الاياس بتاعته. اه بكل اوم طبعا بنقيسه. والمكسف بتاع مروحة التكفيف برضو نتأكد منها. ونقسة بتدينا دي بتتقاس بالميكروفراد. اه اتنين وتمانية من عشرة. ولو استمروا الخطأ طبعا نشوف اه خلل في اللوحة الالكترونية او الواصلات اللي وصلة لي. ايه اربعين. اه ده بيكون تعذر الغسالة على تحميل برنامج الغسيل. لحل الخطأ يجب تغيير اللوحة الالكترونية. دي بيكون مشكلة في اللوحة الالكترونية. ما بتبدأش الغسالة او ما بتديش اوامر ان الغسالة هتشتغل. ممكن تصلحة وممكن تغييرها بالكامل طبعا لو في الضمان يفضل تغييرها بالكامل. اي خمسين ده خطأ لوحة الانفرطر اللي هي خاصة بمحرك الغسالة. محرك الغسالة علشان هو انفرطر مش عادي. ده بيكون ليه لوحة الالكترونية لوحده تكون صغيرة. اه غير اللوحة الالكترونية رئيسية ممكن يكون مشكلة فيها. وممكن يكون مشكلة فيه اللوحة الرئيسية برضو اللي هي بتغذي اللوحة آآ بتاع محرك الغسالة او برنامج الغسالة. اي خمسين ده خطأ لوحة آآ اللي احنا قلنا عليه آآ محرك الغسالة لو ظهر يبقى المشكلة فيه. وبرضو رموز ده ده صلة لو لوحة آآ فيها مشكلة بيظهر لنا اي اتنين وخمسين او اي تلاتة وخمسين او اي تمانية وخمسين او اي خمسة او اي ستة وخمسين او اي سبعة وخمسين كل السبب ليه علاقة بالمحرك بتاع الغسالة او اللوحة الالكترونية اه كلها اه اسباب مختلفة يعني اي اتنين وخمسين ده حمن زيادة اه للوحة العاكس و اي اي تامانية وخمسين و اي تلاتة وخمسين ده اه مشكلة في درجة الحرارة و اي اي خمسة وخمسين فقطان اشارة سرعة المحرك اللي هو الترياك او الحساس بتاع السرعة اي ستة وخمسين خطأ فشل درجة حرارة المحرك بيبقى مش قادر يقيس درجة حرارة المحرك عالية او ممكن تكون عالية اكتر من اللازم و اي سبعة وخمسين ده خطأ في المحول اي خمسة اي ده مشكلة او فقط الاتصال بين العاكس اي اي خمسة اي او اي خمسة اي ده اه فشل في الاي جي بي تي اه الاي جي بي او لأي س اي فاي في س ده خطأ في الجهد ممكن يكون المشكلة الان المطور بيسحب انبير او ممكن يكون عندنا الكهرباة عالية او منخفضة كل ده يسبب نفس المشكلة. وائ ده مشكلة loose منخفض اي اي ا form 64 اشارة غير طبيعية بين العكس واللوحة الالكترونية طبعا بنفحص الاسلاب وبنفحص اللوحة الالكترونية وبنفحص العاكس او الانفرتر. الاسباب بقى المحتملة لي اي خمسين. ممكن يكون اه خطأ في الاسلاك اللازمة محرك الغسالة تالف او بيعطس. ممكن يكون خلل في لوحة العكس نفسها. ممكن يكون اه خلل في اللوحة الالكترونية رئيسية. والحلول نتحقق من التوصيل الاسلاك ونتحقق بين اللوحة الرئيسية و لوحة الانفرطر. ونقوم بياس من المحرك ونتحقق من لوحة الانفرطر ان ما فيهاش اي احتراق او شيء زي كده. اذا استمر الخطأ طبعا نتابع الخطوات المسجورة اللي احنا اتكلمنا عنها. واي ستين ده خطأ في المحرك. اه ده وتبشير لمشكلة في المحرك وان يكون في حاجة في المحرك نفسه او الدوائر المسؤولة عن تشغيله فيها مشكلة. اه برضو رموز ذات الصلة باي ستين اه اي واحد وستين اه مشكلة برضو في سرعة المحرك غير طبيعية وده يكون اه حساس السرعة واي اتنين وستين الترياك خطأ في ترياك يحدث خطأ. اه مكون الالكتروني يستخدم للتحكم في طيار اه المحرك تالفا او بحاجة الاستبدال اللي هو ترياك المطور او ترياك المحرك اللي مسؤول عن سرعة المحرك. اه لاسباب ان احنا برضو اول الحلول ان احنا نشوف اي اسلاك مقطوعة او المحرك ممكن يكون فيه مشكلة او الترياك طبعا لو تالف نقدر نغير. اي سبعين. الضغط على احد الاصرار اكثر من تتناشر ثانية. ممكن يكون زر معلق في اللوحة الاكترونية او الزر طبعا اه وصله اه واصل باستمرار. يكون تالف مسلا في اللوحة الاكترونية وده ممكن تصريحه اه بدون استبدال اللوحة الاكترونية وممكن يكون فيه رطوبة الرطوبة بتوصل بين الزر وبين اللوحة الاكترونية فيحصل المشكلة ديت فنستنى اه نفصل الغسالة ونستنى لما تنشف بالكامل ونتأكد نجربها مرة تانية لو ونتأكد برضو من ما فيهش اي زر معلق او اي حاجة لو كده يبقى الزر آآ مضبوط او اتالف ممكن نحتاج نتغير. ايه تمانين ده فشل الاتصال بين لوحة المستخدم واللوحة الاكترونية الرئيسية. الشاشة والبردة بهم مشكلة فيه حاجة بالتوصلات بتاعتهم فيها مشكلة وممكن يكون حاجة منهم هي اللي تلفه ايه واحد امانين برضو نفس الحكاية فقطان الاشارة بين وجهة المسطدم واللوحة الالكترونية الرئيسية. اه طبعا بنفحص الاسلاك وبنفحص اللوحات ولازم حد اه يكون متخصص الالكترونيات لفحص الكرتة. طبعا بعض الفنيين بياخد الكرتة ويوديها لحد اه متخصص الالكترونيات او اه صيانة كرتات قسلات علشان يقدر يفحص العطل ويقدر يصلحها او استبدالها لو في حاجة لاستبدال. اه بالنسبة لعطل ايه اللي دوت اه مانع الاطفال او لوكو الاطفال هو مش عطل. لكن انت تقدر تغيره بزرين. ده بيش اه بلود سي ال معمول ده علشان مانع اه منع عبس الاطفال بنضغط عليه علشان لو الغسالة شغالة محدش يقدر من الاطفال لو عندك اطفال محدش يقدر يغير البرنامج او يغير زرائر فلو اتغطت على اي ازرر من الزرائر مفيش اي تغيير بيحصل لو سي ال معمول طبعا علشان نغيره ندوس اه لمدة ثلاث ثواني على وضع مانع عبس الاطفال اه قوم بتضغط على زرر الافل نضغط على زرر الافل ثلاث ثواني وبعدين لحد من اسمع صوت جرس كده خلاص بينتهي ونقدر نشغل وعشان نشغله نقط تاني برضو نفس الحكاية اشتركوا في القناة